إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بالكتاب والسنة فإن خير الكلام كلام الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وإنا شر الأمور محدثاتها أما بعد عباد الله فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن هدانا للإسلام وعلمنا التوحيد والقرآن فأرسل إلينا رسولا بالبينات والهدى ليدلنا على ما يكون صببا لفلاح الدنيا والآخرة ويحذرنا من كل ما يكون سببا لاختحام النيران فعن نبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بيّن لكم وإن مما نهان الله سبحانه وتعالى وحذرنا عنه وحذر منه وجعله من أسباب دحول لغضب الله سبحانه وتعالى والحرمان من جنته الوقوع في الذنوب والمعاصي فإن ضررها متحقق في الدنيا قبل الآخرة وضررها على الإنسان كضرر السموب في الأبدان وما من شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي فبها خرج آدم وحواء من الجنة وبسببها وبسببها طرد إبليس ولعن وهي السبب في إغراق قوم نوح وتسليط الريح العقيم على قوم عاد وبسببها أهلك الثمود بالصيحة وعذب قوم لوط وقوم شعيب وبها أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وخصف بقارون وسلط على بني إسرائيل أنواع العقوبات وأهلك القرون الأولى بأنواع المهلكات عباد الله إن للمعاصي والذنوب من الآثار والقبائح المذمومة ما يؤثر في القلوب والعقول والأبدان ويكون سبباً للهلاك لهلاك المال والبلاد والعباد فمن آثار الذنوب والمعاصي الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى والضيق الذي يملأه والظلمة التي تعلوه والوحشة التي تحصل بينه وبين أهل الخير والصلاة ومنها عباد الله القصوة التي يجدها العاصي في قلبه قال الله تعالى فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَتَزْدَادُ الْقَصْوَةِ فِي الْقَلْبِ بِسَبَبِ الظُّنُومِ حَتَّى يَقَعَ صَاحِبُهَا فِي حَلْ فِي وَحَلِ الضَّلَلَاتِ وَسُمُومِ الْإِنْحَرَافَاتِ فَلَا يَعْرِفُ بَعْدَهَا مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا ومن تلكم الآثار المذموم عباد الله حرمان الرزق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ وَالْآيَاتِ وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ قُلْتُمَا سَمِعْتُمْ فَاسْتَغَفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بار ya kumushukuru الله سبحانه وتعالى na kutakia mema kipenzi chake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na usia nafsi yangu amoja na nafsi zenu kumucha الله سبحانه وتعالى tuwe na niyasafi katika kutenda mema na kujiyebusha mabaya hakika bidani upotovu na upotovu inangamiza watu nduguzangu katika iman leo katika muktadha wa kutba yetu ya zungumzia kuhusu mabaya na athari za maovu madhambi na maasi katika nafsi ya wa islamu ubinafsi eitha jamii na roho ya muislamu muenzetu katika madhara ya madhambi na maovu ni ya kwamba madhambi ya naondowa mbali ya natuondowa mbali na mnyezi mungu subhana huwa ta'ala madhambi ya napotokea moyo wetu unakua mgumu na unashika kutu bila mnyezi mungu subhana huwa ta'ala asema katika Qur'an kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yakisibu hakika nyoyo zao zimekua zimeganda pamoja na kushika kutu kwa yale matendo maovu yali waliwa yatenda athari ya madhambi ya ibadallah huwa ta'ala ni mengi mno ya nakua ya nawezo madhambi ya nakua ya nawezo ya kuharibu uhusiano baina ya binadamu pamoja na wengine kwamfana uhalifu kusema uongo utapeli haya yote yanaleta usiano baina ya wanadamu kuambali katika athari za madhambi na maovu pia ya naweza kuathiri utumi ya inchi katika jamia ambayo maadili ya meporomoka ya naweza leta utumi kuharibika na baraka ya rizq kuondolewa katika wale ambayo wanajiweka katika madhambi maovu na maasiyah vile mtume sallallahu alayhi wa sallam asema katika hadith inna arrajula la yuhramu rizq bil dhambi aladhi yusibu hakika mwana ume amma mwana damu Allah subhanahu wa ta'ala yaondoa baraka katika rizqiyake kuathambi ambayo anangukia amma maovu ambayo anayatenda katika athari za madhambi ni bufurugu maadili ya jami pamoja ya mtu kuathibiwa katika hii dunia pamoja na yomul kiyamu vile Allah subhanahu wa ta'ala natuongoza katika kuram pamoja na hadithi ya mtume vile natueleza tunakungushu wa mara kwa mara tuwe na madili mema pamoja na ukambali na kutenda maovu tunafatu tubia Allah subhanahu wa ta'ala tukikuja na madhambi na maovu katika athari za mahasin tukuzangu wa islamu ni kupoteza amani ya moyo na akili ya yanayatenda maovu waotu ambayo wanatenda maovu mara nyingi wanakuanga na wasuazi stress na hofu kwa sababu wanajua wameji wameji ingiza katika maadili ambayo siya ya kaisawa sawa zambi na maovu kishusha quran kwa ajili ya kutuongoza sisi katika njia ili ya unyoka tukizungumzia kusu hadithi ya mtume sala alayhi wa sallam mtume sala alayhi wa sallam tabi haki ilikuwa kufuata quran ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suna ya mtume sala alayhi wa sallam ili jambo la kufaana kabisi katika njia ya kuhepuka na maovu na maazi ni kujenga amani na mazungumzo baina wa islamu wa hasini wakati tunopo kutana katika changamoto dunia challenge sababu tunayo dunia ni muhimu kutumia mazungumzo badala ya kujingiza katika maazi na kuleta vurugu baina wa islamu na hali ya sintofahamu hakika hali ya sintofahamu inaleta ufunjavu wa amani mazungumzo ni njia boraa ya kutututututututua matadizo katika jamil ni kwa hekma na ughusan ndugu wa islamu Allah subhanahu wa ta'ala ana tukia sisi tururi kwa ya kulu Allah subhanahu wa ta'ala watubu ilalahi jamia ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflih الله سبحانه وتعالى أنا توambia تنفاة تقجي نتوبة نتوبة وذات هناك مواندام أليك ملوك كل مواندام أفانج مذنب في الحديث المتومة صلى الله عليه وسلم أسما كل من أدم خطا وخير الخطاين أتوار هناك مواندام أليك ملوك سسوتي أفانج مذنب لكن ولي ويم وزوري نوال أنباو ونتوبة الله سبحانه وتعالى كندي أنباو وتكجي نموذ نمضم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور رحيم من يزمون سبحانه وتعالى من مواني قرهم نانسamehe من ذنب يote ينافاس سسي تتبية نتبية كأنه ترجمة نانسي قنقر وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزين يوم القيامة إنك لا تخلف المياهات واقم الصلاة